أصحاب المعالي والسعادة والحضور الكريم كلنا ندرك أهمية الطاقة في حياتنا لكن هل تدركون الأثار المترتبة للفقرة الطاقة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول العالم تلعب الطاقة دوراً محورياً في حياة كل فرد مننا فهي محورية لكن لكل تحدي يواجه العالم اليوم وتؤثر في كافة مناحي الحياة من فرص العمل والأمن والتغير المناخي وتنوع مصادر الدخل والتنمية المستدامة فوفق تغرير استشراف المستقبل الذي أطلقته أكاديمية دبي للمستقبل في دافس وإسراء مطلع هذا العام فإن مليار وثلاثمائة ألف شخص محروم من الكهرباء بينما يعاني العالم من الأثار الناجمة عن أربعين مليار طن من غازتاني كسيد الكربون تساهم في رفع درجة الحرارة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري وفيما باتت هذه القضايا محور نقاشات حكومات العالم لضمان أمن الطاقة واستدامتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوفير طاقة آمنة ومستدامة وبتكلفة ميسورة فيما تناول الجميع بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة بخطوات سباغة إلى وضع تنفيذ استراتيجيات وخطط للتحول نحو الطاقة المتجددة لتستحود بذلك النصيب الأكبر في مزيز الطاقة إضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة وإدارة الطلب عليها بفضل النظرة الاستشرافية للمستقبل لغيادتها الرشيدة المتمثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ خليف بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم وتحضرني هنا مقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله المستقبل لا يأتي إلينا بل نحن من نستشرفه وكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي رسمت ملامح مستقبل بلا نفط في دولة الإمارات حينما أشار إلى الاستعدادات المبكرة في الدولة لوداع آخر قطرة نفط تؤمن قيادتنا الرشيدة أن ترجمة سياستنا المستقبلية ستعتمد على إنتاج أفكار المبدعة وتطوير الحلول المبتكرة بسواعد أبناء الإمارات الثروة الحقيقية التي راهنت عليها الدولة وقد باتت هذه الرؤى منهاج عمل حكومي واضح لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والوصول إلى حكومة المستقبل فالتغييرات والتطورات والابتكارات المتسارعة والهائلة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والروبرتات باتت مترابطة ومتصلة بشكل وثيق بالتنمية المستدامة السادة الحضور دولتنا تذخر اليوم وبكل فخر بإجازات عالمية وتسابق العالم والزمن في تبني الابتكار بهدف تحقيق سعادة مواطنيها انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 وفي دبي لدينا نظرة شمولية لقطاع الطاقة تراعي معالجة مسائل أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها وترشيد سلاكها وتساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله لرفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% بحدود عام 2050 كما تهدف استراتيجية دبي لطاقة نظيفة 2050 إلى توفير 7% طاقة نظيفة من مصادر الطاقة و25% بحلول 2030 و75% بحلول 2050 وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر لتكون الإمارة ضمن المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية كما نسعى لتحقيق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه لخفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول 2030 واستراتيجية خفض المبعثات الكربونية التي تهدف إلى خفض هذه المبعثات بنحو 16% بحلول 2021 وقد ساهم اهتمام الإمارات بإنتاج الطاقة المتجددة في تراجع تكلفتها عالمياً وإنخفاض أسعار من أقصات مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أوروبا وشرق الأوسط إلى مستويات غريبة جداً من تلك المخصصة في إنتاج الطاقة الحرارية باستخدام الفحم وفق الدراسة يابانية حديثة نشرتها مؤسسة نيكاي الاقتصادية السادة الحضور عرفت الأمم المتحدة التنمية المستدامة بالتنمية التي تلبي احتياجيات الحاضر دون المساس وقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجياتها الخاصة ولقد أدركت دبي أهمية الموازنة بين التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والبديلة وتلبي الطلب الآن والمستقبل على الطاقة من خلال ابتكار طلق وتقنيات حديثة وكفؤة لتعزيز أمن وكفات الطاقة ونجحت دبي خلال العوام القليلة الماضية أن ترتقي بموقعها العالمي عبر إطلاق مشاريع ومبادرات وخطط عمل رائدة في قطاع الطاقة المظيفة واليوم ها هي هيئة كربامية دبي تحقق إنجازات ونتائج ومؤشرات أداة متميزة متفوغة على نظيرتها من الشركات العالمية ففي عام 2016 بلق معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنويا 3.2 دقيقة مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخب من الشركات الأوروبية والأمريكية وانخفض نسبة الفاغت في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع 7 إلى 6% في أوروبا وأمريكا وحققت خفضاً في الفاغت في شبكات نقل وتوزيع المياه إلى من 42% عام 1988 إلى 8% في عام 2016 وهي أيضاً من أقل النسب المسجلة على مستوى العالم وتم رفع كفاءة الوقود في وحدات الانتاج إلى مستوى قياسي عالمياً يصل إلى نحو 90% حالياً ونسير قدماً في تنفيذ مجمع محمد وراشد للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستغل وسوفر 25% من إجمال القدرة الانتاجية للطاقة بحلول 2030 وستبلغ قدرتها الانتاجية 5000 ميجاوات بحلول 2030 وعند اكتماله سيسهم في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً السيدات والسادة إنما تحقق من إنجازات على مستوى الدولة والعالم مدعاء الفخر واعتزاز ولكن لا نركن إلى الإنجازات التي تحققتها ويسعدني أن نعلن أمام جمعك الكريم عن عدد المشروعات الكبرى المبتكرة في مجال إنتاج الكهرباء والماء وتحسين كفاءتها التي تساهم في تحقيق وفر مالي تراكمي في دبي يصل إلى 60 مليار درهم وخفض المبعاثات الثاني كوسيد الكربون بمقدار 200 مليون طن بحلول عام 2030 في دبي نحصل حالياً على المياه المحلة عن طريق الإنتاج المزدوج الذي يتسم بالكفاءة ويعتمد على استخدام الحرارة المفقودة أثناء إنتاج الكهرباء وتحلية المياه حيث يتم إنتاج 67% من المياه دون حرق وقود إضافي لكن وفق الاستراتيجية الموضوعة فإن 100% من إنتاج دبي من المحلة عام 2030 سيأتي من مزيج الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والاعتماد على استخدام الحرارة المفقودة الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه وفي طار تطوير مستمر قامت الهيئة بدراسة لتحسين إنتاج المياه بيّنت الجدوى الفنية والاقتصادية لاستبدال الحلول التي ترتكز على الحرارة المرتفعة المسئف لتحلية المياه للبحر باستخدام أحدث التقنيات التناضح العكسي والاعتماد على الطاقة الشمسية حيث يتم إنتاج المياه من خلال هذه الطاقة النظيفة والرخيصة ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية لاستخدام تقنية التناضح العكسي إلى 305 مليون قالون يومياً من المياه الحيلة يومياً بحلول عام 2030 بانتفاع يصل إلى 41% مقارنةً بـ 5% من إجمال الإنتاج في وقتنا الحالي وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه الحلة سترتفع لسنة 2030 لتصل 750 مليون قالون يومياً مغارنةً بـ 470 مليون قالون يومياً حالياً كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء سيوفر ما يقارب 13 مليار درهم لهذه القاية حتى 2030 ولم يزيد من التكامل مع هذا النهج غامطة لها خلال العوام الماضية الثلاثة الماضية بمبادرة متميزة تمثلت بالدراسة والتحليل الهندسي والاستخدصار الميداني الجيوفيزيائي والهيدروليجي وحفر الأبار الاستكشافية وأبار المراقبة للتأكد من إمكانية حقن وتخزين المياه المحلاء المنتجة من وحدات التناضح العكسي التي يجري تشغيلها من الطاقة الشمسية في إحواض المياه الجوفية واسترجاعها وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة ويعتمد هذا المشروع على أحدث التقنيات المتكرة ويحقق الكفاءة التشغيلية لأنظمة المياه وقد بيّنت الدراسات أنه بالإمكان تخزين 5100 مليون قالون واسترجاعها عند الحاجة مما سيحقق وفراً يصل إلى 9 مليار درهم بكلفة استخدام الخزنات الخرسانية العادية لتخزين المياه لغاية عام 2030 كما توفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بحوالي 50 مليون قالون من المياه لمدة 75 يوم في حالة الطوارئ مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية وبهذا تكون هاتان المبادرتان المتكاملة قد نجحتها برفع مستوى الكفاءة والفعالية في إنتاج المياه بأفضل وأحدث الطرق وأكثرها ملاءمة لتحقيق تنمية المستدامة في نفس الوقت حققنا وفراً اقتصادياً دون أن يتأثر مستوى الإنتاج أو جودته حيث يصل الوفر إلى أكثر من 22 مليار درهم أي حوالي 6 مليارات دولار حتى عام 2030 بالإضافة إلى المساعدة في استيعاب الإنتاج الكبير للطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ولتعزيز هذه المبادرات وتحسين المستمر من ناحية زيادة الكفاءة والفعالية وانسجاماً مع مبادرة الغيادة الرشيدية لا سيماً لإمارات ما بعد النفط ومبادرة اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة والاستراتيجية الوطنية للابتكار مواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستفادة من التقنيات الإحلالية وغيرها نتبرنا في الهيئة أفضل الموارسات العالمية في البحوث والتطوير في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه وتقديم خدمات عالمية على مستوى لتعزيز جودة الحياة وتحقيق سعادة المجتمع ونعمل حالياً على إنشاء مركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم بمجموع استثمارات تصل إلى 500 مليون درهم حتى عام 2020 وتتمحور أعمال المركز حول أربع مجالات تشغيلية رئيسية إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتكامل الشبكة الذكية وكفاءة الطاقة ويضم للمركز مختبرات داخلية تشمل على مختبر بحوث الطائرات بدون طيار والطباعة الرباعية والطباعة الثلاثية الأبعاد كما تضم مختبر الإلكترونيات وكفاءة استخدام الطاقة مختبر البربجيات والمختبر الكهربائي والميكانيكي ومنطقة خارجية مخصصة لاختبار النماذج الأولية والاختبارات الموقعية للمعدات والتقنيات الجديدة لا سيما تلك المتعلقة بإزالة آثار القبار على الألواح الشمسية الكهربائية في مسعى يلبي طموحنا في الإنتاج النظيف في الكهرباء وتقليل تكاليف التشغيل كما يعمل مركز الابتكار بمجمع على سقل القدرات الوطنية في مجال الطاقة وتعزيز تنافسية الأعمال في الدولة عبر حاضنات تقوم بابتكار نماذج وحلول تقنية وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وفي طار تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة المتجددة أعلنت الهيئة عن مشروع حيوي استراتيجي يشمل إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة المائية المخزنة في المنطقة الجبية المجاورة لسد حتى بالإضافة إلى عدة مشاريع تنموية أخرى في المنطقة سيجري انتهاء منها خلال خمس سنوات وبعد هذا المشروع الأول من نوع في المنطقة الخليج العربي بقدرة انتاجية تصل إلى مئتين وخمسين ميجاوات وبعمر افتراضي يتراوح بين ستين وثمانين عاما السيدات والسادة أنني على ثقة أن القمة العالمية للحكومات سيكون لها دور مؤثر في استشراف ملامح وطاعة الطاقة المستقبلي وتطورات الكبيرة التي سيشهدها ونحن في الدولة مستعدون لهذه النقلات النوعية معتمدين على الابتكار وتبني التقنيات الإحلالية إضافة إلى عداد جيل مواطن مؤهل قادر على مواكبة المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته